يسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم على قناتنا فكرة وطبخة مع أم أحمد لو أول مرة بتزوروا القناة باتمنى تنوروني بالاشتراك وتفعلوا الجرس لحتى يوصلكم أي فيديو جديد منزل على القناة أهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا بتتابعونا أهلا وسهلا بكل الصبايا الجداد اللي انضموا للقناة وصفتنا لليوم هي بيتس ألفريد ورح نعملها بطريقة بسيطة ورح أستخدم فيها عجينة ناجحة ومضمونة 100% باستخدام حوض العجان رح أعمل عجينة العشر دقائق هاي العجينة سريعة ورح تعطيكم عجينة مثل القطن خفيفة وهشة مقدارها ثابت هي عبارة عن كوبين ملة حين مع ملعقتين من الحليب البودر ملعقتين من السكر وملعقة من الخميرة وتقريبا نصم ملعقة من الملح على جانب طبعا نحطوا الملح ما اضيفوا مباشرة فوق السكر بنقلب كل المكونات بدون إضافة أي سوائل كخطوة أولى حتى أتأكد أن الخميرة صارت من تشربين ذرات لطحين كلها هلأ رح أضيفي لها الماء الفاتر الماء إذا كان بارد ما بيفعل الخميرة حاول أنه يكون فاتر لدافي بضيف بنفس الكوب كمين من الماء هلأ بدربهم على سلك العجانة تقريبا لمدة دقيقة لحتى أتأكد أنه كل المكونات تجانست مع بعض بتركها لتتخمر تقريبا عشر دقائق ممكن أقل لأنه إذا كانت الخميرة منيحة وفعالة ما رح تأخذ أي وقت مجرد ظهور فقاعات في لطحين بنعرف أنه العجينة خلاص صار وقت أنه نضيف عليها كمية لطحين المتبقية هلأ هون أنا رح أستخدم المدرب اليدوي بس أقلب كل المكونات بعد هاي الحركة حتى أتأكد أنه ما في إشي بكعب العجانة ثابت أو بالجوانب شوفوا كيف أنا تأكدت أنه كل المكونات متجانسة هلأ رح أغطيها وأتركها لمدة تقريبا عشر دقائق على فكرة بعد خمس دقائق بالضبط كانت العجينة ظاهر فيها الفقاعات لأنه الخميرة نوعيتها ممتازة وجديدة هلأ بضيف عليها تلت أكواب من لطحين إذا حسيتوا أنه العجينة لسه ماسكة بمشبك العجين أو بالسلك معناته بديك تضيفيلك ملعقتين لطحين لأنه من طحين لطحين طبعا بيختلف احتياجه للماء وكمان هاي العجينة لازم نستخدم فيها طحين نوعية منيحة ويكون منخول هلأ بشغل المضرب على تقريبا مدة ثلاث دقائق على سرعة متوسطة لتنجمع كل العجينة بهذا الشكل هلأ هون تبدأ عملية التعجين باستمر في عملية التعجين لمدة ثلاث دقائق إضافية وضفت لهم تقريبا ملعقتين من الزيت النباتي شوفوا كيف رح تعطي العجينة تراوية أكثر من مميزة سرعت العجينة لمدة دقيقة وهلأ هيك صارت العجينة جاهزة إنه أجمعها رح أنقل العجين من العجينة على جات حطيت فيه ملعقة من الزيت النباتي حتى ما يتكون على سطح العجينة أي قشرة وهيك بنضمن إنه سطح العجينة رح يضال مثل ما هو ما شاء الله ما أوصف لكم هالعجينة يعني لو أو حدا أول مرة بيعمل عجين يستخدمها رح يحس إنه هي مية بالمية مضمونة عندي هون صدرين من الدجاج منزوع العدم أنا طبعا عملتهم على طبقتين كأنه قطعت الصدر لطبقتين عأساس أعمل لهم عملية تشويح بمقلاية على الغاز بضيف لها مكعبين من الزبدة نوعية منيحة أنتو بتستخدموها طبعا أنا هون استخدمت اللورباك قبل ما أقلب يعني قبل ما أضيف صدر الدجاج عملت له رشة من الملح الفلفل الأسود والأوريغانو أو الزعتر لمجفف حتى يعطيني نكهة مميزة هلأ برفع صدور الدجاج على الوجه اللي أنا حطيت عليه التوابل بعدين برجع بضيف توابل على الجهة الثانية مجرد دقيقة بقلبهم بهذا الشكل لحتى أتأكد إنهم أخذوا لون برجع أقلب لحتى أتأكد إنه الدجاج استوى معي بهاي الطريقة طبعا أنا هون دي أعملهم عملية استواء كامل على نار متوسطة باستمر بعملية التقليب لتستوي عند الصدور تماما شايفين كيف أخذتها اللون الحلو والريحة أكثر من مميزة ما شاء الله عن جد بتشاهي إذا مش حابين تستخدموا الزبدة ممكن تستخدموا زيت نباتي أو زيت الزيتون برضو رح يعطيكم نفس النتيجة لكن بالطعام بتختلف هلأ هالوصفة أكيد أطيب إشي إلها إنه نستخدم معها الفتر الفرش بالنسبة للفتر أنا بس بمسحه بمحرمة وبقطعه ما في داعي إنه نغسله بقطعه لقطع تكون كبيرة شوي مثل ما إنتوا شايفين هون بعد ما أقطع كل الكمية اللي معي رح أشوحها بنفس المكان اللي كانت فيه صدور الدجاج حتى أحصل على نفس النكهة اللي كانت فيها حاولوا تخلوا القطع كبيرة لإنه ما بأخذ وقت مجرد دقيقة بيكون استوى فعهذا الأساس إحنا القطع لو كانت كبيرة بتكون واضحة وأطيب هيك صاروا عندي صدورة الدجاج جاهزة برفعها وبنفس المكان اللي أنا كنت فيه رح أضيف مكعب زبدة إضافي حتى تكون عندي كافية لتشويح الفتر هلا أول خطوة بأعملها بعد ما تدوب الزبدة بأضيف ملعقة كبيرة من مهروس التوم رح تعطينا طعام كثير مميز بأعملها عملية تشويح زي ما أنتوا شايفين بلشت الريحة آآ ما شاء الله ما شاء الله عن جد بتشاهي ومميزة شايفين كيف بحاول إني أجمعهم بالوسط هلأ صار وقت إنه أضيف كمية الفتر اللي عندي على أساس أخليها تأخذ من هاي النكات استمر بعملية التقليب شايفين هاللون مأحلام والريحة أكثر من مميزة هلأ هون بعد دقيقتين بضيف عليها الكريمة رح أضيف كوب من الحليب السائل وكوب من الكريمة السائلة طبعا إذا مش متوفر عندك كريمة ممكن تضيفي كوب من الحليب وكوب من القشطة أو علبيت من القشطة بديلة الكريمة هلأ الكريمة كثير طعمها بتشاهي هذا السوس الأبيض هو نفس الطريقة اللي ممكن إحنا نحضره للفوتوشيني أو للمعكرونة بالسلسلة البيضة يعني هي نفس الطريقة بنخليها لتتقلب وتتسبك ممكن هون منضيف يعني من التوابل الأوريغانو تقريبا ملعقة صغيرة بنخليهم يتسبكوا مع بعض ممكن تضيفوا هون مكعب مرق الدجاج طبعا هون يعني بتكون عملية التذوق إذا حسيتوا أنها بدأ ملح أو بدها فلفل ممكن تضيفوا ضفت كمان أنا تقريبا كوب من المزرلة رح يصير عندي القوام كريمي شوفوا كيف أنا رح أتركها لتغلي مجرد 3 أو 4 دقائق لتدوب الأجمان تماما رح أحس إنه لما أتركها تبرد رح يصير قوامها اسميك وثيك وأنا هذا هو اللي بديها يعني بدي أحصل على معجون دهن ما بدي إياها تكون مرنة فبتركها لتبرد يعني ما بيصير نضيفها على العجينة إلا إذا كانت باردة تماما بالنسبة لصدور الدجاج بنقطعها بهاي السماكة مثل ما أنتوا شايفين هلأ خلينا نشوف العجينة ما شاء الله شوفوا كيف غير ملتصقة مرتفعة وقت التخمير ما أخذت تقريبا نص ساعة ما شاء الله أكثر عجينة مميزة وناجحة باستغرب مرات من الصبايا اللي بيبعتوا لي أنه ما بتزبط معهم هاي الخطوات واضحة أمامكم بدون أي إضافات من أروع وأسهل خصوصا للمبتدئات عجينة العشر دقائق لأنه مقدارها ثابت ومضمونة مية بالمية هلأ بأخذ قطعة من العجينة بدون ما أتركها لترتاح ببدأ أحاول أفردها وأثناء الفرد بحاول أني أضغط على الأطراف لأني بدي إياها تكون لها إطارات بارزة حتى تحتوي السائل اللي رح نضيفه بعد ما نفردها منيح بنبدأ نعمل فتحات في العجينة ممكن بالشوكة أو بهاي الأداء أو بأي أداء متوفرة عندك هلأ بنبدأ نوزع السوس الأبيض اللي مع الفتر بهاي الطريقة وبنحط كمية منيحة لأنه مثل ما حكت لكم صار لقطعة البيتسا إطارات رح تحفظ المكونات داخلها بحاول أوزع نص المقدار وبكمية منيحة على كل الأجزاء شوفوا كيف هالألوان ما شاء الله هلأ بوزع صدورة الدجاج متل ما هي شوفوا يعني القطعة بحاول أنه أوزعه بهذا الشكل على أساس وقت التقديم لما نقطعها تكون كل قطعة فيها جزء من قطعة السدر المشوحة هلأ برجع أكمل عليهم أضيف من السوس الأبيض حتى أحاول أغطي صدورة الدجاج حتى أساس توخذ بهاي النكهة وقت الخبز بالنسبة للإطارات رح ندهنها بطبعا خليط الدهان ممكن يكون عبارة عن سفاربيدة مع ملعقة حليب ورشة نسكافي أو رشة فانيلا أو حليب لحاله مباشرة بحاول أنه أوزع السمسم الأبيض بعد عملية الدهان وهون أنا حطيت رشة من الأجبان المشكلة اللي هي كانت المزرلة والجريتس وأنتو أي نوع متوفر عندكم تستخدموا بتحبوه ضيفوه هلأ هيك بدخلها على فرن محمى مسبقا لمدة خمس دقائق دخلتها على حرارة متين الشبك عرف في اللي تحت بعد هيك عملت لها عملية تحميل لمدة دقيقة إن شاء الله ما أوصف لكم ريحتها ولا طعمها من أشهى وأطيب أنواع البيتسا طبعا هاي البيتسا خصوصي للناس اللي أبدا أبدا ما بتفكر في الحميات ولا الرجيمات ما بنصح فيها للناس اللي بحاول يخففوا وزان إن شاء الله هاي البيتسا يعني خطيرة بالطعم شهية مميزة بتمنى إن شاء الله تجربوها بنفس الطريقة أكيد أكيد رح تعجبكم مين ما أكلها أكيد حبها وأنا يعني بحاول إنه أعملها بشكل يعني متباعج جدا لأنه مثل ما حكت لكم يعني اللي بحاول يخفف وزان أبدا هي مش مناسبة لكن لا تقاوم شوفوها القطع إن شاء الله أنا هون زينتها بالرحان استنوا لا تبرد تماما وزينوها وتعمل الرحان فيها كثير مميز من أشهى وأطيب أنواع الفيتسا ناجحة ومضمونة مية بالمية لو كان عندك مناسبة بنصحك فيها أكيد بتعجب ديوفك وعيلتك جربيها بنفس الخطوات والطريقة إن شاء الله إنها بتطلع معكم مميزة وهشة بهالشكل إذا عجبتكم الوصفة ياريت إنكم تشاركوها مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي وياريت إنكم تدعموني بالضغط على زر الإعجاب وبستنى أسمع تعليقاتكم الحلوة على الفيديو سعيد كل أوقاتكم أهلا وسهلا فيكم شكرا لكم يعطيكم ألف عافية انتظرونا بفيديو قادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر